موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أيها الأحب الأفاضل في هذه الحلقة من المراقب والتي سنتحدث فيها عن مغالطات عبد المجيد تبون في قضية الصحراء موسيقى تبون أحياناً يظهر أنه لا يفهم شيئاً في قضية الصحراء هذه القضية التي تورطت فيها الجزائر من رأسها إلى أخمص قدميها هذه القضية التي ليست قضية دبلوماسية خارجية للجزائر مواقف معينة بغض النظر عن نوعي ولوني هذه المواقف بل أنها صارت قضية أمن قومي وليس كما يدعي تبون في حوار مع الجزيرة أنها قضية تصفية استعمار فهو لا يفرق ما بين القضية دبلوماسية وارتداداتها على الأمن القومي فلا توجد قضية نزاع في العالم ليست لديها تأثيرات على أمن الدول التي تكون بالجوار هذه الحقيقة ولكن تبون هايش في كوكب آخر حقيقة طيب في قضية الصحراء قبل أن أمر إلى الصين لأنه كنت سأذهب إلى الصين في موضوع الصحراء الغربية بالنسبة لكم في الجزائر قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار أم قضية أمن قومي بالنسبة للجزائر لا هي قضية تصفية استعمار بحثة قضية الصحراء اليوم في لجنة تصفية الاستعمار بتاع المجلس الأمن إذن ما هيش قضية إنسانية ولا قضية ودامتها في 45 سنة أكثر من 45 سنة 48 سنة نحن بالنسبة لنا قضية الصحراء ناضلنا من أجلها ونازلنا نناضله من أجل حرية الشعوب نحن شعب مسلم عربي نساندو في طالبين استفتاء إذا كان فيه استفتاء والأشقاء صحراويين قرروا بشين تمو انتماء نهائي إلى المملكة المغربية نحن أول من يوسفق صحيح لك ثم بعد ذلك لو نعد إلى مراحل معينة نجده يقول بأنه نحن المغرب ما عندنا حتى معهم حتى مشكلة أما قضية الصحراء رهي موجودة في الأمم المتحدة قضية تصوية استعمار أوكي ما عندك مشكلة مع المغرب والمغرب هو الظاهر اللي عنده معاك مشاكل كما يقول القضية عند الأمم المتحدة لماذا الجزائر تسلح وتمول وتعمل كل شيء ولا يمكن لقيادة البوليزاريو أن تتخذ خطوة تتعلق بمصيرهم ولا مصير قضيتهم من دون إعزاته من الجزائر حتى حتى تجميل أو لإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار اللي داره إبراهيم غالي وهي خطوة غبية جدا على كل المستويات دفعوه لها العسكر وكانت عسب معلوماتي وحسب المعطيات التي توفرت لديه قيادات في البوليزاريو أشارت على إبراهيم غالي أنه يطلب من القيادة العسكرية التريث في هذا الأمر لأنه لن نصل إلى نتيجة المواجهة العسكرية مع المغرب ستؤدي إلى نهاية البوليزاريو فقال لك أنه حافظ على هذا الخيط في هذه المسألة غير أنه إبراهيم غالي قال لهم لن أعود لأنه هذا الأمر جاي من القيادة العليا للمؤسرة العسكرية الجزائرية المهم تبونوا يتخبط في هذه القيادة أنت تقول لي قضية عند الأمم المتحدة خليها عند الأمم المتحدة وإذا كانت صحراويين هذو ملاجئين أخليهم حرية التنقل حرية المغادرة أعطيه وضعية قانونية وخليه حر يحب يبقى على التراب الجزائر يحب يغادر لكن أنك أنت دائر له دولة وإبراهيم غالي عايش خمس نجوم بصفة رئيس دولة على التراب الجزائري يتحرك بالطائرة الرئاسية الجزائرية تمويل البوليزاريو عسكريا وديبلوماسيا وكل شيء من الجزائر إلا التمويل الإغاثي اللي خص نزلاء هذه المخيمات راه فيها دول أخرى منه ومنه وأحيانا الهلال الأحمر الجزائري يرسل مساعدات لكن الصرف والأموال والأسلحة راه لا تحصى ولا تعد المهم في خرجة الأخيرة على الجزيرة بودكاست تب ونتكلم على هذه القضية ورأيت من الضروري أن أناقشها لأنها مسألة مهمة وصارت هي اللغم الحقيقي على التراب الجزائري وتداعيات وخيمة على الدولة الجزائرية وعلى مستقبل الجزائر وعلى مصالح الشعب الجزائري لذلك رأينا من الضروري أن نناقشها البعض يأتي وقول أنتم كنتم تساندون هذه القضية لكن لا توجد في عالم السياسة والديبلوماسية أنك تساند قضية خمسين سنة وانت ما زلت تساندها وما تجلسش مع نفسك تناقش النتائج وميزان الربح والخسارة في هذه القضية لأن قضية دبلوماسية قضية أجنبية نساندها بما يخدم مصالحي وليس بما يخدم مصالح أطراف أخرى أو تصفية حسابات مع الطرف وعاديه من دون فائدة الجزائر التعامل من هذه القضية على أساس مش مصالح الدولة الجزائر المهم أنه العداء للمغرب المهم نخلوا دائماً المغرب غارق في مشاكل المهم أنه المغرب لا يتطور ولا يتحذر ولا أي شيء من هذا القبيل وهذا ما هوش منطق دول هذا منطق عصابات ومافيات تتعامل مع بعض بهذه الطريقة البائزة المهم عبد المجيد تبون تحدث على قضية الصحراء والبوليزاريو وما إلى ذلك خلينا نسمعوه وبعد ذلك نعود إلى النقاش هل الأمر ينسحب أيضاً على الصحراوية قضية الصحراء الغربية؟ قضية الصحراء الغربية قضية بين دين أمم المتحدة والكلمة الأولى والأخيرة ليست للجزائر كلمة الأولى والأخيرة للشعب الصحراوي قال الكلمة الأولى والأخيرة للشعب الصحراوي وليست للجزائر لكن على أرض الواقع ماشيش هكذا يا عبد المجيد تبون هل الشعب الصحراوي هذا عنده حرية في اتخاذ أي قرار يخص مصيره ما كانش حطينهم شبه معتقلين ومحتجزين في مخيمات محاصرين بقوات مسلحة متسلطة عليهم البوليزاريو دائرة دولة داخل الدولة وجيت أحكي لي أنت على الكلمة الأخيرة للشعب الصحراوي وين هو الشعب الصحراوي أنت عندك جهات أشخاص أو مجموعات موجودة في المخيمات وهناك أيضا شعب صحراوي آخر في الداخل يقول أنا مغربي بل كانوا هناك من يقول أنا صحراوي لسنوات طويلة والآن يقول أنا مغربي وأنا التقت بيهم زرت الداخلة التقت بيهم ناس هناك كانوا يقولوا نحن صحراويين مش مغاربة ونحن نريد استقلال والمغرب محتل هكذا كانوا يقولوا الآن تواصلين معايا يقولوا لا أبدا كنا على ضرار المبين الآن نحن مغاربة ونأراضين بالحكم الذاتي ونأمر على الكثيرين يشاركوا في الانتخابات هذا كما هم الشعب الصحراوي الشعب الصحراوي يحطها لي بين ضفرين رغم أنه لا يوجد عبر التاريخ شيء اسمه الشعب الصحراوي هذه الحقيقة التي وقفنا عليها بعد بحث عميق ما عليه الشعب الصحراوي غير الناس اللي في المخيمات واللي جبعت البوليزاريو فقط هذو هما الشعب الصحراوي هيا أوكي إذن الكلمة الأخيرة للصحراويين هذا هو تبون وش من كلمة أخيرة للصحراويين خلينا نسمعه وش يقول بغا ينضم المملكة خلوه يصوته وينضم المغرب الله يسهل عليه ينضم الموريطانيا باش يكونوا جزائرين يكونوا جزائرين نقول نعم ونقولها صراحة هذا العمل رهو ما هو شو ما تروح أصلا في منطق تقرير المصير يكونوا مغربة يكونوا عندهم دولة منين جبت موريطانيا منين جبت الجزائر رغم أنهم هذو مراهم ولدوا رغم أب عن جب يعني لي جاءوا في السبعينات رهم الآن عندهم أحفاد ولدوا على الطراب الجزائري يعيشين في الجزائر كاين اللي عندهم حتى علاقات مصاهرة مع الجزائريين لكن في الحقيقة هذه تعطبر إهانة من رئيس الدولة الجزائرية لصحراويين حقيقة إهانة كبيرة تقول لهم من قبلكم ش تكونوا جزائريين أقولها بكل صراحة لماذا لا تقبل ش تكونوا جزائريين أنت جبتهم ناس خمسين سنة قريب يعني نصف قرن هما عايشين على الطراب الجزائري يعانون الأمرين في مخيمات تندوف ولدوا على الطراب الجزائريين ثم تقول لهم من أقبلكم ش تكونوا جزائريين وقبلها تقول هذن نحن شعب هذن مسلمين وهذن كذا ندعموهم يعني هالشعب هذا والمسلمين هذن والعرب هذن ندعمهم فقط باش يكونوا دولة وحدهم لكن لو يجي واحد صحراوي يقول أنا حاب نكون جزائري ما تقبلوش شفتوا يا صحراويين قيمتكم عند هذا النظام عمره ما يقبل بكم تكونوا جزائريين رغم أنه بينكم من أنه خرج من صلب جزائري وهذه هي الحقيقة ولكن هذا الكلام دبلوماسيا لا يقال كيفاش تروح ترميهم الموريطانيا جيك موريطانيا تقول لك علاش هم عمرهم لقالوا ونكونوا موريطانيين وعلى هجيبهم للينا يعني الرجل هذا ماهوش في كامل قواه العقلية رجل هذا مهرج مهرج ويجب إبعاده عن الإعلام والخوص القضايا الدبلوماسية بهذه السطحية اللي يخرج مباشرة من جلسة فيها الكاسي دور يلقى نفسه في لقاء خاص أو بودكاست الجزيرة يعني بهذا منطق مين جبت هذا الفكرة أوكي تقول بهذا المنطق هم اللي حابين ينظموا للمغرب على شرك ديرهم دولة لماذا أنت ديرهم دولة هل صحراويين هذا الشعب الصحراوي اللي فيه جزء موجود في المخيمات وجزء رهو عايش الأكثرية الساحقة منه تقول مغاربة ها ما زالوا مقال حتى واحد يعني بمنطق استفتاء تقرير مصير نتكلم بكل حيادية وبكل موضوعية هل حدث استفتاء تقرير مصير ولو شكلي أفضل إلى أنه البوليزاريو تعلن جمهورية كيفاش أنت روح ديرت له دولة في تيندو في المخيمات روح دخلته في الاتحاد الإفريقي عمله صفارات في بعض الدول تصرف عليه إبراهيم غالي يعيش كرئيس جمهورية في الجزائر وما إلى ذلك من هذه الأمور هو عادي جدا يعني خمسين سنة أنت تصرف على هذا الأمر باش ما يكونوش مغاربة وبعد ذلك عادي يكونوا مغاربة عادي وعلاش هذا الأمر هذا كله يعني الأموال خمسمائة مليار دولار أو أكثر لأنفقتها الجزائر والأسلحة اللي يعطتها البوليزاريو والحروب والناس اللي ماتت من الصحراويين والأخرين طرف الآخر المغربي اللي ماتوا والعائلات اللي يراهي فقدت أبنائها كل عادي جدا خلاص رمشة عين روحوا للصندوق فقط قول أنا مغربي تصبح مغربي يقول أنا صحراي وتصبح جمهوري نعم هذا ما هوش منطق يا تبون يعني هذا تخيل جاتك الأمم المتحدة وقالك المغرب نقبل استفتاء وداروا استفتاء قالوا رأنا مغاربة وش رح تدير آية البوليزاريو وخلاص لموا حويجكم ركموا مغاربة تطردهم تخليهم يعيشوا كلاجئين على الطراب الجزائري ماذا ستفعل هذا له ما هوش منطق إذا كان منطق هذا انتع استفتاء تقرير المصير إعلان الدولة هو أكبر عدوان على هذا المسال هذه هي الحقيقة التي يجب أن يفهمها من المفروض عندك ساكنة معينة أو مجتمع معين أو مجموعة من السكان أنت تسميهم شعب تسميهم أي شيء آخر طرى بأنه حقهم من تقرير مصيرهم عادي جدا تكون تقرير مصيرهم بين أمرين إما يقول ينظموا المغرب أو يقولوا نحن مغاربة أو يقولوا نحن صحراويين ديروا جمهورية في هذه الحالة ما يجب أنك تكون هنا تعلن له دولة تيها إبراهيم غالي في أحد المداخلات يقول لك نحن على بلنا بالشعب انتعنا لن يرضى إلا بالدولة خلاص لما أعلن ميلاد الدولة الصحراوية فهذا تقرير مصير واختيار واضح وجلي إذا نحن قبلنا الاستفتاء وقبلنا نتائج الاستفتاء ولا زلنا نطالب بالاستفتاء ونحترم نتائج الاستفتاء فعلى العقلات حتى ولو كانت نتائج الاستفتاء بقبول الصحراويين الانضمام أو للمغرب ورفض الاستقلال نحن متأكدون من اختيار شعبنا أولا نحن لسنا مغاربة حتى يعطى لنا الحكم الذاتي الحكم الذاتي عادة حلول تعطى لمناطق متمردة داخل دولة معينة نحن لم نكن مغاربة ولسنا مغاربة ولن نكون مغاربة لسنا مغاربة ولن نقبل ان نكون مغاربة الا اذا اختار الشعب الصحراوي اختيار حر مش تحت السلاح ولا تحت القمع ولا استفتاء مزور لا لا حر شفاف نزيه واختار الشعب الصحراوي ذلك واستبعد هذا الاختيار من انطلاقا من معرفتنا من معرفتنا لاختيار شعبنا والميول والطموح والمطالع واش تدير به تقرير مصير روح قاوم وكافح حتى ادخل الداخل ودير مجموعات مسلحة وقاوم حتى تدير هذه الدولة انك ما تقدرش وهذه اللي انا ارني ضد الحروب هذه وضد النزاعات بين الاشقاء وبين ابناء المنطقة الواحدة بين شعبين هم شعب واحد نوصلوا الامور الى ان يتقاتلوا والدماء تسير وحاولوا يشبوها بان الجزائر تم استعمارها من قبل وكافحت هناك فرق هناك فرق في هذه المسألة لا داعينا نخلط الحابل بالنابل بل في كلام ابراهيم غالي نفسه فيه تنقذة كبيرة يعتبر بانه اعلان الدولة هو تقرير مصير اذا لماذا تريد الاستفتاء اصلا وانت خلاص اعلنت الدولة هذا يؤكد بانه ما يجري هي محاولة من التحايل على المجتمع الدولي تحت مسمى تقرير المصير باسم الشعب لم يقرر المصير بعد وفي نفس الوقت انت خلاص قلت بانه قررت له مصير بالدولة وانك على بالك واش راح يختار وامر اخر انكم لستم مغاربة فلا موقفكم من الصحراوي اللي في الداخل يقولوا انا احنا مغاربة اذا كل هذه التناقضات تؤكد بانه هذه القضية ماشية الى زوال وما هي مبنية على قواعد صحيحة كما يدعي تبون ولا غلام ابراهيم غاد المهم تبون بعد ذلك يواصل الحديث خلينا نزيد ونسمع واشيقوه احنا ما رام جيرا ونساعدهم كشعب وخلهم يقرروا مصيرهم نحن رانا جيران ونساعدوهم كشعب كيف تساعدهم ما نوع المساعدات هذه هل المساعدات اللي تقدمها الجزائر تلتقي مع فكرة تقرير المصير ابدا انت تساعد واحد تعطينه السلاح تقول له الغي اتفاقيات وقف اطلاق النار روح حارب توصف في الطرف الاخر انه محتل من المفروض ما تسوصفوش اصلا انه محتل هو عنده رؤية يقول ارضي انت عندك رؤية تساند مجموعة تقول لك لا انا لا اريد هذه الارض بين الطرفين هناك ساكنهم الذين يقرروا المصير لذلك من المفروض ما تكونش لا نجي للمغرب ونقول له انت اصلا راك روح تديت الارض من المفروض تلتزم بتقرر المصير المغرب ما يقول لك اشتقر المصير المغرب يقول لك مغاربة وفي اطار هذه المفاوضات اقترح مقترح لحكم الذات لكن الجزائر تقول لا الجزائر يا جماعة راهي لن ترضى في قضية البوليزاريو ونزاع الصحراء الا بدولة سادسة في المنطقة يعني هذه الاموال كل اللي صرفتها تنهيها في الناس يروحوا لصندوق الاقتراع يقولوا نحن مغاربة خلاص انتهى ايا بالسلامة هزوا الباكاج لتعكم وروحوا والله يلا يسلم وسلمونا على الناس اللي في الداخل ورانا احباب اصحاب ما هوش منطق هذا قالوا خلوهم يقروا مصيرهم هاك انت ما خليتهمش يقروا مصيرهم الناس اللي في المخيمات ما يقدرش يخرج وكم من مرة يتظاهروا يطالبوا بحق في السفر يا ناس هذا ما هوش منطق اصلا ما هوش منطق يقال لك نتعاملوا معهم كجيران وينتعاملوا معهم كجيران هراك هراهم عندك هراهم عندك وش من جيران حتى من قبل الجزائر تسوق لفكرة المناطق المحررة وراح دودير تحطوا الحدود مع البوليزاريو الان ما كانش منطقة محررة بل انه اهل الصحراء يقول لك منطق محرمة انتهت وانا ارجح انه في النهاية قوة المينورسو ستغادر والمغرب سيتخذ اجراءات بضم هذه والغاء هذه المنطقة التي يراها عازلة ولن يبقى لك شيء تروح تدخل عسكريا في الحرب ما تقدرش صعب عليك الان ممكن في مراحل معينة كان الوضع سهل ولكن الان طائرات الدرون ذبانا ما تخليهاش الدور في تلك المناطق هذا هو الواقع هذا هو الواقع الرهان العسكري صار فاشل بمعنى الكلمة الرهان السياسي في اطار تقرير المصير ايضا سقط منذ 2007 ومجلس الامن لا يتحدث اصلا على حكاية تقرير المصير يتحدث عن حل سياسي يرضي جميع الاطراف هذه هي المسألة معناها اطلو حتى على الجزائر كل راحت شفتوا النظام انتاعنا البائس كيفاش يدي فينا الى هاوية من حيث يضيعنا اموالنا وثرواتنا حتى اصبحوا جماعة البوليزاريو يوزعونا يوزعونا علينا كجزائريين كما يقولوا سكوك الوطني اخرى يرسلني واحد من البوليزاريو انت مش وطني تخيل واحد عايش عندي حتى لاجئ ما عطت الهولوش الجزائر تعامل فيهم كأسرة حقيقة كأسرة اقعدوا ثم البوليزاريو راي تحكم فيكم ونحن راي عندنا صراعات مع المغرب خلينا نزيدوا نكملوا واشي قلت ابو تفاهموا ما نتويهم قبلوا لك الشي لك تدعي الله يسهل عليك المهم احنا نسمعها منهم ما نقبرش بس الشعب في حدودنا الشعب يقهر بالقوة لكن دخول انت رك تقهرهم بالقوة هل وجودهم في المخيمات راي حتى المقترح هذا اللي راي تطبقوا اسبانيا باش تعطيهم الجنسية ما يبقوا لكمش اللي راي يبقوا لكم الناس اللي ما عندهمش حتى علاقة بهذه القضية ولا قيادات البوليزاريو اللي منتفعة ابراهيم غالي عايش كرئيس جمهورية يروح لبعض الدول الافريقية يطلع للجزائر عنده قصر عايش ثري على حساب الدولة الجزائرية واش رح يخص عنده دولة دايرها في تندوف هذه مخيم الداخلة هذا مخيم العيون ولاية الداخلة ولاية العيون داير واحد الولايات تكلع على شكل مخيمات وراه عايش في واحد الوهم كبير أنه رئيس جمهوري يا جماعة ما هوش منطق قالوا يحبوا ينضموا إلى يديروا المقترح هذا هذا روح لو كان الجزائر ما أعطتش سلاح ما مولتش ما أرسلتش جنودها الجزائريين قاتلوا مع البوليزاريو ضد المغرب انت دخلت حتى عسكريين وقتلت مع البوليزاريو البوليزاريو تقاتل بسلاحك وأموالك وكل هذا آه ما معليه وما خلهم يقرروا نسمعوها منه كيف أشرح تسمعوها منه باستفتاء تقرير المصير هذا استفتاء تقرير المصير نقول هلك انتهى أي انتهى عامل الزمن قضى عليه نهائيا ولم يعد مطروح أصلا إلا في ذهن تبونوا جمعته والعسكر لأنه هدفهم في الجزائر أو مش حل هذه المشكل الشعب جبنا يقهر وانتم اقهرتوا حتى الشعب الجزائري خلينا من هذا الأمر هما رأي المشكلة أنه لازم يستمر هذا الوضع تعتبر استنزاف حرب استنزاف وصراع استنزاف ونزاع استنزاف للمغرب الجزائر ما يهمهاش تضيع ثرواتها من خلقة الجزائر وأموالها تضيع ما يهمهمش ولكن المغرب الذي يحسب لكل فلس ويحسب إلى وضعه الاقتصادي ويريد أن يخلق تنمية وجود نزاع مثل هذا رايح يذر له اقتصاده والهدف هو الإضرار بالمغرب وليس انتصار لشعب يريد تقرير مصيره كما يدى عبد المجيد تبوب النظام الذي تسلط على الجزائريين اللي يكتب منشور في الفايسبوك يتهم بالإرهاب أن الشعب الجزائري معمروا ما دار انتخابات نزيهة مرة واحدة دار في 92 يشهد لها العدو والصديق وأنا كنت في المؤسر العسكرية وأنا ذاك كانوا كبار الضباط يقولوا نرهي انتخابات نزيه هيا متاع 92 تم الإنقلاب عليها ودخلوا الجزائري في حرب أهلية ميت وربع مليون جزائري وأكثر من 70 مليار خسائر وبعد ذلك في النهاية وكانوا يرفعوا في الشعارات لا حوار لا كل شعارات استئصالية ضد الضرف الآخر بعد سنوات من الدم والنزيف والتهديم والتفجير نزلوا قال لك هيا راح نديروا مصالحة وكذا وكذا من المفروض نهار لي تديروا مصالحة محاكمة للنظام محكمة خاصة تحاكم النظام وهذه الجماعات من تسبب في حرب أدت إلى كل هذا النزيف الاقتصادي والاجتماعي والمال النظام تعود على هذه الطريقة يغرق الجزائرين في أزمات ثم يخليهم يتوجعوا من هذه الأزمات ثم بعد ذلك يعطي لهم الحل ويقول لك ها أنا أعطيت لكم الحل ها أنا أحل لكم الأزمة وهو الأزمة مثل ذاك اللي يجي يسمم واحد يخليه يتوجع ويتوجع من الألم مقريب يشوفوا الموت وبعد ذلك يعطي له مص المضاد للتسمم ويدير بحمزية يعني يسرقو لكم رغيفكم حتى تجوعوا ثم بعد ذلك يمتنون عليكم أن يعطوكم من بعض الرغيف الذي سرقوه هكذا يتعامل النظام الجزائري مع الجزائريين كيف أشرح يكون مع الصحراويين تبون بهذه التصريحات حول قضية النزاع نزاع الصحراء راه خارج الكوكب راه عايش في واحد الوهم ماهوش فهم الوضعية لأنه ما عندوش سلطة القرار في هذه المسألة قضية الصحراء راه مسألة عسكرية بالنسبة للجيش وقيادة الجيش والجنرالات والمخابرات ما عندها لا الدبلوماسية ولا أي شيء وأي طرف يقول بغير ما تقوله السلطة في هذه المسألة فهو خائن وعميد أنت كيف أشرح ترضى بهم يكونوا مغاربة ولو يجيك واحد صحراوي يقول أنا مغربي خائن وعميد بل أنه البوليزاريو قامت بتصفيات وإعدامات ميدانية خير السلطة القضاء الجزائري لصحراويين قالوا أنهم غاربة وجهت لهم تهم الخيانة وأعدمتهم بالرصاص الحي في المخيمات وهذه جريمة وبقضاء انت على البوليزاريو انت دائريو دولة موازية تخيل البوليزاريو عندها سجود عندها قضاء عندها محاكم عندها قوانينها الخاصة يعني دولة داخل الدولة وفي القانون أن تندوف جزائرية وتخضع لسلطة القضاء الجزائري يعني هذه أصلا جريمة بحق القانون الدولي إذن إخواني الكرام هذه بعض الملاحظات على هذه القضية لي كل مرة تبون يقولها إذا كان ترون بأن هذه القضية مطروحة للأمم المتحدة خلاص أنتم أخرجوا منها لماذا أنتم طرف البيت الأبيض قال جزائر طرف والآن المجتمع الدولي والمجتمع العربي والخليجي وغيره ينظرون إلى الجزائر بأنها طرف لأن هذه هي الحقيقة وهذا هو أمر الواقع البوليزاريو ما هي إلا كتيبة تابعة للجيش عايشة عن حساب العسكر سلاح عسكري من تاع الجزائر وما إلى ذلك من هذه الأمور وجيت حكي لي أنت خلوهم قروا مصيرهم نسمعوها منهم حام كين صحراوي في الدخل يقول لك نحن أمغاربة أنت فقدت الحكاية هذه باش تدير استفتاء تقرير المصير وتكون النتائج مهما تكون ما كانش منها أنا أجزم لك المغرب لو كان يروح للاستفتاء هو فقط لا يريد الرضوخ إلى هذا الطرح الجزائري فقط لأنه كان يروح للاستفتاء وتسمح ونتعكين دوف هذا يقوموا بالاستفتاء بكل حرية صدقوني ما واحد يعلن انضمامه للبوليزاريو ولا دولة البوليزاريو ولا حكومة البوليزاريو ولا شيء بل كلها راح يقولوا نحن مغاربة هذه هي الحقيقة ولكن هذا الضجيج اللي تعمل الجزائر من خلال إعلام تاه وكذا يظهر لك بأنه الصحراويين وكذا وكذا رهم كل يقولوا يقولوا نحن ماناش مغاربة ها يا سيدي اثبت يا تابون أنك صادق وأنه الصحراوي حر خليهم في المخيمات يعبروا عن آراءهم اللي مع البوليزاريو يقول أنا مع البوليزاريو اللي ضدها خليه يقول ها يا نتحداكم تعملوها باش تثبتوا صدق النواية هذا لن يحدث الجزائر طرح حوشهي الآن تدرك يقين أن حكاية الدولة ربما حتى في الاتحاد الإفريقي راح يكون مصيرها مجهول المهم تبقى هذه القضية هذا النزاع وهذا الصراع فقط كاستنزاف للمغرب وقدراته واقتصاده ويخله دائما في حاصل في قضية لأن المغرب لو يحسم هذه القضية وينتهي منها على المستوى الدولي راح يمشي بعيدا بعيدا في تحالفاته وفي استثماراته ورح يتحول إلى قوة جهوية بما يطمس وجود الجزائر لأن الجزائر قوة عسكرية الدول ما تتعامل معاك على أساس أنك قوة عسكرية وإنت أصلا سلاحك مستورد ما تصنعش برويطة تحط فقها ساروخ وإنه باش قوة عسكرية يعني تجيب سلاح مستورد وتكدس الأسلحة أصبح قوة عسكرية القوة العسكرية الحقيقية لما تكون أنت تنتج وتصدر أسلحة من صناعتك هذه هي القوة العسكرية القوة الاقتصادية لما تكون عندك تأثير تكون ما تستوردش مكتفي غذائيا غذائك تصنعه دوائك تصنعه وتصدر إلى الخارج هنا القوة الاقتصادية أما العنطريات بفحولة الآخرين لن تضيف للرجولة شيئا وسنبقى نتخبط والقادم رغم مش هذا القادم أن الجزائر ستتحول إلى دولة عليها ضغوطات بسبب وجود تنظيم إرهابي على ترابها لأن مسألة إدراج البوليزاريو خاصة جناحها العسكري في البداية في قائمة الإرهاب تسير على قدم وساق وهو ما سيشكل نزيف للجزائر وليس للمغرب واذكروا كلام جديد نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من المراقل إلى ذلكم الحين ها هو أنور مالك يحييكم ويستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة